السلام عليكم فضلا وليس أمرا أدعوكم للاشتراك في القناة لدعمنا ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد مرحبا بكم مشاهدين الكرام بداية الحمد لله الجزائر تسجل تراجع معتبر في عدد إصابات اليومية وكذلك تقدم واضح في عملية تلقيح ضد فيروس كورونا حيث أنه حسب تصريحات وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد فقد تم تلقيح 50% من الجزائرين وهو ما يعني الاقتراب من الوصول إلى المناعة الجماعية وهذا ما يجعل السلطات العليا تلتج إلى رفع الحجر الصحي على عديد من ولايات الوطن وكذلك تقليص عدد الولايات المعنية بالحجر الصحي وسيبقى الحجر الصحي في بعض الولايات فقط على غرار ولايتين قسنطينة ووهران التي تشهدان ارتفاع معتبر في عدد الإصابات اليومية وبالنسبة لآخر إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الجزائر وهذا إلى غاية يوم الأحد السادس والعشرون من شهر سبتمبر 2021 وكحصلة أولية وحسب مصادر استشفائية فقد تم إحصاء في حدود الساعة الثانية عشر صباحاً 85 إصابة مؤكدة جديدة إضافة إلى تجيل أربع حالات وفاة رحمهم الله وكذلك تماثل 65 حالة للشفاء ومغادرة من المستشفيات والحمد لله وسنوفيكم بالحصيلة النهائية والرسمية بعد الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة الجزائرية دمتم في رعاية الله وحفظه